خنفة خدها نزبت لو خطيت خطوة ثانية هدوس على الزرق وطربج النفج علينا احنا الاثنين انت راجل كدام وفي حد بيستعزع عشان يفجر نفسه يرمل بتاعدي يلا شكلك ما انت مصدق خطوة ثانية وهتلاقي نفسك في جهنن مع الزبانية اللي متلك وانت بقى يكون فين عنده حر العين اللي بتحكي عليهم للعائل الصغارين مش كده طب انت بتقول انت تخش الجنة وانا متأكد ان انا هخش الجنة دوس بقى عزران ونفجر نفسنا احنا الاثنين وتشوف مين هيطلع كلامه صح وعليش كل هذا احنا ممكن نقش احنا الاثنين افضل ما نموت احنا الاثنين يا عمي يلا بقى انا مش نقص عبط انا اتعبال لوحدي على فكرة هكو تقتلك بالصم اللي عايزينك عايش ولو ما وقتنا هينزل واحد دلوقتي خرامج احنا فوقه كتير او ما بنخلص انت مش فاهم الدنيا عامل ازاي فوق يلا مش عايزين فرادة يا عمي يلا خلصني يلا خلي بالك بس اتفجارة من غير ما تقص لا اعمل من هنا يلا اعم tradition اذا احمد منسي اه اذا اذا افضل اذا اذا اقص pse SRF هودا منسي هودا منسي هو تاتا احمد منسي يعني فكرة اللي هو على الخوزة وحط السلاح وقال له خب أتعالى نمشي وقال ليه طريقة مختلفة منتهى السلاسة أمير عمله منتهى السلاسة لو الماشى ده كموكة يتعمل مية طريقة على فكرة أيوة اللي برضو معرفش طبعا أكيد ده حصل إنه الشخصيات القيادية دي لما بتقول حزام ناسفه بتاع بيمثله يعني نصابين لأنه حتى هشام ده ولا بتاع ده لما دخلوا عليه قاله على الحزام يعني هو مستعد يصدر العيال بالحزام يروحه في ستين ده هو لما يلعبها يلعبها تمثيل وبلطجة ولكن في الآخر بيقوم قاله على الحزام زي الحمار لأنه هو مش مؤمن فعلا ففعلا خلاف العقيدة وأمير عمله السهل الممتنع السهل الممتنع اللي هو الحقيقي لطيف جدا يعني مسيطر وكمان النعومة بقى ده الممثل بقى السلاسة بقى والله ده ابتسامة حلوة وبتاع ورعا فقو من قفاء جاء جاء جامدة الله العظيم بقيت بسعادة اشترك دلوقتي وتفرج على كل اللي نفسك فيه واتشت ما تخليش حاجة تفوتك